نحن الآن على الطريق الدولي امفور أو ما يعرف بأتسراد حلب اللذيقية حتى الآن والحين إعداد هذا التقرير لم تسير الدوريات التركية الروسية المشتركة كما نص اتفاق وقف اطلاق النار أو هي أحد بنود اتفاق وقف اطلاق النار المعنى عليهم من قبل تركيا وروسيا إنما اقتصرت الدوريات المشتركة على دورية واحدة نفذت من مدينة سراقب وحتى بلدة الترمباء يسويرت بمسافة تقدر بين 4 إلى 5 كيلو مترات فقط الجيش التركي انشأ أكثر من نقطة عسكرية جديدة له في محيط مدينة جسر الشغور أي على جانبي الطريق الدولي هذا توزعت النقاط العسكرية على بداما وزعينية وبكسيريا بالإضافة أيضا إلى فريكا وما تزال تعزيزاته العسكرية إلى نقاطه المتمركزة على جانبي الطريق الدولي بنود الاتفاق الفضفاضة والغير مفصلة بصرف النظر عن مصير المناطق الواقعة على جانبي الطريق الدولي بالإضافة أيضا إلى الحشودات العسكرية الإيرانية المستمرة على محوري سراقب وجبل الزاوية أيضا خروقات قوات النظام لاتفاق وقف اطلاق النار وقصفه لقرى وبلدات آفس في ريف إدلب الشرقي بالإضافة أيضا إلى قرى البارة واسفوها في جبل الزاوية وعدة مناطق أخرى أعطى دفعا بالتكاهن بعدم استمرار اتفاق وقف اطلاق النار على هذه الحالة والجميع يتوقع بأن ينهدم هذا الاتفاق مصطفى الخلف تلفزيون سوريا ريف إدلب